أنا الطالب عبد المحسن الطويل من منطقة الرياض بدأت رحلتي مع موهبة من خلال اختبار من قياس موهبة وهذا الاختبار أهني إلى الدخول مع شراكة في المدارس وهذه الشراكة أفادتني في التعلم عن الدقيق في مواد العلومي والرياضيات وأستفدت الكثير وتعلمت الكثير وشاركت في الاختبارات السنوية الموهبة وبعد ذلك قمت بالاشتراك في برنامج موهبة الإثراء البحثي في مستشفى الملك فيسر التخصصي ومركز الأبحاث وهذا البرنامج أفادني الكثير طبعا في هذا البرنامج أنا كنت في قسم العلم الوراثة أو الجينات وتعلمت كيفية العلاج بالجينات طبعا حاليا أنا أشتغل مع المشرف حقي على بحث على سرطان الغدة الدرقية وهذا الحمد لله توصلنا إلى فكرة والآن نحن في التجربة في هذه الفكرة والفكرة هي أن باستخدام البيتا كتانين باثوي نستطيع أن نخفض الانهيبتينج لايغانز وهذا قد يؤدي إلى أن الجهاز المنع حق الجسم الشخص الذي مصاب بالسرطان يستطيع أن يلقى الخلايا السرطان ويقتلها مباشرة طبعا أنا جدا أنصح في هذا البرنامج ببرنامج موهبة إثراء البحثي وقبل أن يجب عليهم أن يأخذون اختبار من قياس موهبة كي يتأهلون لهذا البرنامج وأنا جدا أنصح بهذا البرنامج الذي لا أتيح لي من الفوائد والفرص والمعلومات طبعا كلمات الشكر لا توفي حقكم طبعا أوجه الشكر الجزيل لموهبة ومستشفى الملك فيصل التخصص في مركز البحث وجميع المسؤولين في هذين المؤسسات وأيضا أوجه الشكر الموصول لكل من ساعدني وساهم في هذا البرنامج وساهم في نشره وإقامته